اشهد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القائد الأعلى ناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال الملتقى الحكومي 2017 بشأن العناية القصوى بتحسين أداء المؤسسات التعليمية وأكد الوزير أنه تنفيذا لهذه التوجيهات فإن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير أداء جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وتحرص على اتخاذ العديد من الإجراءات فيما يخص المدارس الخاصة ومنها ما تضمنه القرار الصادر عن الوزارة بشأن تشجيع وتحفيز المدارس الخاصة ذات الأداء العالي الممتاز أو الجيد وفق نتائج مرجع مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب وتقارير المتابعة التي تعدها الجهة المهتصة بالوزارة سعيا نحو محافظة هذه المدارس على أدائها المرتفع وتعزيزه باستمرار وأوضح الوزير أن هذا القرار الصادر عن الوزارة يتيح العديد من الامتيازات للمدارس الخاصة ذات الأداء المرتفعة ومنها تسهيل إجراءات قبول الطلبة وتوظيف المعلمين وإقامة وتنفيذ الأنشطة والفعاليات التربوية المختلفة بما يسهب في الارتقاء بالدور التربوي والتعليمي لهذه المدارس وتعزيز مواردها ترجمة نانسي قنقر